السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم احمد رجب والتحليل الاسبوعي للبورصة السعودية من يوم 25 فبراير حتى يوم 29 فبراير ان شاء الله يكون اسبوع تداول موفق عليكم جميعا بازن الله هنبتدي اول حاجة بالمؤشر العام المؤشر العام طبعا خلال تداولات الاسبوع الماضي شفنا ارتفاع لي وصل لمستويات الـ 12634 وكان كمان وصل معنا للقمة بتاعته عند الـ 12660 طيب توقعتنا للمؤشر ايه خلال الفترة القادمة اتوقع ان شاء الله ان بالثبات اعلى المنطقة اللي امامنا دي اللي احنا اشارنا لها في الفيديو الماضي اللي هي ما بين مستويات الـ 12282 للـ 12347 لو فضل اعلى المنطقة دي هيروح للـ 12714 ودي متوقع بالنسبة كبيرة ان شاء الله يعني يستهدفها في بداية الاسبوع القادم ان شاء الله ولو اختراكها هنشوف ارتفاع قوي للمؤشر هيستهدف معنا مستويات الـ 12000 او الـ 13000 كمان هنشوف المستوى ده عند الكم بالزبط عند الـ 13043 عند الـ 13034 بالزبط وفي حالة ان المؤشر اخترق الـ 13034 هيكون عندنا اهداف اعلى يعني ممكن نشوف الـ 13790 وكمان الـ 13950 تقريبا ان شاء الله ده بالنسبة للمؤشر اما ده في حالة الصعود في حالة ان هو بدأ يدي اشارات انعكاسية من الـ 12714 وناخد بالنا لان ده مستوى مقاومة اه قوي جدا شايفين هنا لما اصل للمستوى ده نزل بقوة ازاي للـ 10930 تقريبا فلو ظهر اي اشارة انعكاسية من الـ 12714 نتوقع الانعكاس بس اما في حالة الاختراك والاغلاق عليها ساعتها هنستهدف الـ 13034 وبعد كده الـ 13500 تقريبا او 490 هنشوف دلوقتي كام 13371 وبعد كده الكمة اللي اشارنا لها اللي هتكون عند الـ 13950 ده بالنسبة للمؤشر العام ننتقل لأهم الاسهم معانا عندنا اول سهم سهم البحري سهم البحري طبعا سعد معانا الحمد لله زي ما كنا متوقعين ووصل للـ 2765 ولسه متوقع ليه مزيد من الصعود عشان يوصل للـ 2845 ننتقل للسهم التاني معانا سهم اماك سهم اماك طبعا يعني مفروض ان هو ينزل من نقطة مكاومة قوية نقطة المكاومة دي عند مستويات الـ 6190 نزل معانا اغلق عند الـ 6030 المفروض عنده نقطة دعم قوية عند الـ 5990 ولو كسر نقطة الدعم دي هينزل لنقطة الدعم اللي بعد كده عند الـ 5850 هننتظر اشارة انعكاسية من احد النقطتين هنشوف مين اللي هيرتد من النقطة اللي هيرتد من عندها الـ 5990 ولا الـ 5850 لو ظهر اي اشارة انعكاسية من هنا او من هنا هتكون فرصة كويسة جدا على سهم اماك وهنستهدف الـ 6190 مرة اخرى وفي حالة اختراقها هيكون عندنا مستوى الـ 6340 ويكون عندنا اهداف اعلى طبعا في حالة اختراق الـ 6340 ننتقل للسهم التالي معنا سهم اللوجين سهم اللوجين طبعا الاسبوع الماضي قلنا ان هو اخترق نقطة مكاومة قوية عند الـ 4290 او كان لسه مخترقاش الاسبوع الماضي بداية الاسبوع الماضي كان هنا كده تقريبا وبعد كده بداية الاسبوع طلع واخترك الـ 4290 وبعد كده نزل عمل لها اعادة اختبار وبعد كده بدأ يسعد مرة اخرى اتوقع مزيد من الصعود ان شاء الله على سهم اللوجين هيستهدف معنا منطقة العرض اللي عند الـ 4525 للـ 4610 شايفين المنطقة دي كانت منطقة اه بيع قوية ازاي وقبل ما تبقى منطقة ديع كانت منطقة طلب او منطقة شراء وصل منها السعر للـ 5150 فلو تم اختراق المنطقة دي هيكون عندنا اه هيكون عندنا مستهدف اول منطقة هتكون ما بين الـ 4840 للـ 4765 دي اول منطقة بيعية هتقابل السهم ان شاء الله المنطقة التانية هتكون ما بين الـ 5150 لحد الـ 58 دي منطقة العرض التاني يبقى كده مستهدفنا الاول ما بين الـ 4525 للـ 4610 واستهدفنا التاني ما بين الـ 4765 للـ 4840 واستهدفنا التالت ما بين الـ 5080 للـ 5150 ننتقل لسهم معدنية وسهم معدنية برضو اخترك معنا منطقة عرض كوية منطقة العرض دي ما بين الـ 4948 للـ 4990 وهي حاليا بيعمل اعادة اختبار لمنطقة العرض دي لو ظهر من هنا اي اشارة انعكاسية اتوقع ان هو يستكمل الصعود للـ 28 ثم الـ 2272 اما في حالة الاغلاق اسفل هذه المنطقة مرة اخرى فممكن نرجع تاني لمستويات منطقة الطلب اللي ما بين السبعتاشر اربعة وسبعين للـ 1840 ده بالنسبة لمعدنية ننتقل ليه سهم الزامل للصناعة الزامل للصناعة طبعا كنا محددين المنطقة دي منطقة شراء ما بين الـ 2626 25 وبالفعل صعد منها ولكن مع عادة الاختبار وبعد مخترق الـ 2850 رجع اسفلها مرة اخرى فاحنا نبقى منتظرين حاليا اختراق الـ 2850 لو تم اختراق الـ 2850 اتوقع مزيد من الصعود طبعا بعد الاغلاق كمان يعني اختراق واغلاق اعلى الـ 2850 اتوقع انه هو يوصل للـ 3150 تمستهدف اول بعد كده هيكون عندنا التسعة وتلاتين خمسة وخمسين ان شاء الله ننتقل للسهم التالي معنا سهم المجموعة السعودية المجموعة ارتد برضو من الحد السفلي للقناة طبعا في احترام شديد للقناة السعرية الهبطة دي شايفين لما بيطلع هنا يطلع عند الحد العلوي عند الحد السفلي بيرتد عند الحد العلوي بيرتد تاني ونزل برضو هنا اهو احترام قوي جدا للمنطقة لقناة السعرية فاحنا يكون عندنا فرصة شرائية ممتازة في حالة اختراق القناة السعرية الهبطة دي مع اختراق القناة السعرية الهبطة واعادة الاختبار وظهور مع اعادة الاختبار دي تكون الفرصة المسالية على سهم المجموعة وهيكون الاهدف بتاعتها قوية جدا ممكن تصل للسبعة وعشرين خمسة تاشر ان شاء الله ننتقل للسهم التالي معنا سهم اسمنت الجوفا وده بقى اللي انا منتظروا على سهم المجموعة السعودية شايفين كان عندنا آآ هنا برضو قناة سعرية هبطة وكان في احترام قوي جدا للقناة شايفين بعد آآ ما اختراقها طلع تمام اختراق هنا في الشمعة دي بعد كده الشمعة اللي بعدها نزل عمل اعادة اختبار وبعد كده صعد بقوة فانا شايف ان آآ سهم اسمنت الجوف يعني ان شاء الله آآ مستمر في السعود هيستهدف معانا بشكل مبدئي الاتناشر اربعتاشر وآآ في حالة اختراق الاتناشر اربعتاشر والاغلاق عليها اتوقع مزيد من الصعود لحد الاتناشر اتنين واربعين اختراق الاتناشر اتنين واربعين يفتح معانا المجال لمزيد من الاهداف ان شاء الله لحد الاتناشر اربعة وسبعين ننتقل لسهم سيسكو الكبضة سيسكو الكبضة برضو صعد معانا من منطقة الطلب اللي اشارنا لها الحمد لله كسبانين في السهم وحاليا يعني عند منطقة بيع ما بين الواحد وتلاتين خمسين للاتنين وتلاتين خمساشر المفروض ان هو حاليا بيعمل اعدة اختبار لو آآ يعني بدأ يدينا اشارات صعودية من هنا اتوقع ان هو يستكمل الصعود للتلاتة وتلاتين خمسة وستين وبعد كده الخمسة وتلاتين اربعين وعندنا اهداف لحد التمانية وتلاتين خمسة وتسعين ان شاء الله يلغى التوقع طبعا بالاغلاق اسفل الواحد وتلاتين خمسين ننتقل لسهم سابتكو سابتكو برضو نفس الكلام اخترك معنا نقطة مكاومة قوية عند العشرين تمنتاشر ونزل عملها عدد اختبار وساعة تاني حاليا ننزل تاني لها يعمل لها تست مرة تانية نشوف هيعمل معها ايه لو فضل اعلى العشرين تمنتاشر وبدأ يزهر برضو اشارات انعكاسية من هنا اتوقع تكون فرصة ممتازة لحد آآ نستهدف لحد العشرين تمانية وتسعين وبعد كده الواحد وعشرين اربعة واربعين وهدفنا تصل لحد مستويات ال تلاتة وعشرين ستة وعشرين على سهم سابتكو ان شاء الله ننتقل للسهم التاني معنا سهم الضيب آآ طبعا السهم يعني احنا كنا شارين من المنطقة دي وكان كذبين معنا حوالي هنا تمنتاشر في المائة حاليا انا متوقع ان هو يستمر السهم في الصعود بس بشرط ان هو آآ نشوف اغلاق فوق الاربعة وسبعين آآ اربعين طبعا شايفين لو صغرنا كده شايفين المنطقة دي اللي هو ما بين اتنين وسبعين خمسين للاربعة وسبعين اربعين كانت تمثل هنا منطقة بيع بعد ما تم اختراقها نزل عمل اعادة اختبار سعد بعد كده نزل عمل اعادة اختبار مرة تانية عمل قمة اعلى وبعد كده نزل تاني وبعد كده طلع لحد التسعة وتمانية تسعين فانا متوقع ان المنطقة دي لو بقت منطقة طلب يعني هي حاليا منطقة آآ عرض بعد لما يتم اختراقها هيحصل تبادل للادوار وتبقى منطقة طلب فانا شايف لو السهم اخترق الاربعة وسبعين اربعين وحصل ثبات اعلى المنطقة دي اتوقع ان هو هيستهدف التمانين اربعين للاتنين وتمانين خمسين بشكل مبدئي ولو اختراقها واغلق عليها عندنا الهدف التاني ما بين السبعة وتمانين خمسين للتسعة وتمانين تسعين بازن الله ننتقل لسهم نسيج سهم نسيج الناس اللي معانا من فترة عارفين ان احنا كنا شاريين من المنطقة دي كده ما بين التمانية واربعين خمسة وعشرين لحد التسعة واربعين والحمد لله السهم ساعد معنا وجاب الاهداف واكتر ما كنا متوقعين يعني كنت متوقع بس انه هو يوصل الاتنين وخمسين اربعين طلع معنا اكتر ما كنا متوقعين بكتير حاليا السهم اختارك منطقة بيع قوية عند خمسة وستين تماتين لستة وستين اربعين متوقع ان هو ينزل لعملها عدة اختبار يعني هو لسه ما عمل لها عدة اختبار بعد ما اخترقها فمتوقع ينزل لها عدة اختبار هنا لو نزل عمل عدة اختبار وبينا اشارة شرائية من هنا ستكون فرصة ممتازة ان شاء الله على السهم وكمان اعتقد انه هو عامل لنا نموذج مسلس اهو عمل لنا فعلا نموذج مسلس صاعد فانا شايف ان لو السهم نزل عامل اختبار للمنطقة دي هتكون فرصة شرائية ممتازة هنستهدف السبعة وسبعين تسعين للتسعة وسبعين تمانين بشكل مبدئي ولو اخترق ان شاء الله يكون عندنا اهداف لحد الستة وتسعين ستين بازن الله على سهم نسيق ننتقل ليه العبداللطيف العبداللطيف طبعا اه مفروض ان هو اخترق معنا منطقة اه عرض قوية شايفين منطقة العرض كانت عاملة ازاي ما بين السبعتاشر اربعة وتلاتين للسبعتاشر اثنين وتمانين كانت منطقة عرض هنا ونزل منها وبعدين تلع اخترق عمل عاد اختبار ساعد بقوة هنا برضو بعد ما كسرها تلع عمل عاد اختبار ونزل بقوة فبالنسبة لي منطقة دي طبعا لما وصل لها مرة تانية وعمل قاع اعلى من القاع اللي قبله فكده يدل على ضعف المنطقة هنا اول مرة عمل يعني نزل عمل قاع مفروض لما يطلع هنا عشان اقول المنطقة دي قوي يعمل قاع اهل من القاعدة بس هو عمل قاع اعلى ولما طلع تاني عمل قاع اعلى من القاعدة فكنا متوقعين بنسبة كبيرة انه تم اختراق المنطقة وبالفعل تم اختراق المنطقة وشفنا ارتفاع للتمنتاشر عشرين فانا شايف ان سهم عبداللطيف ان شاء الله مكمل معنا للتمنتاشر تمانية وتمانين اختراق التمنتاشر تمانية وتمانين والاغلاق عليها عندنا اهداف لحد العشرين تمانين ننتقل لسهم الازوردي سهم الازوردي برضو اه السهم كويس جدا يعني لحد ما اه بس هو احليا في منطقة اه عرض منطقة اه بيع شايفين سهم عند المنطقة دي لما بين الستاشر ستة وتسعين للسبعتاشر ستة وتلاتين شايفين كانت منطقة بيعية ازاي نزل منها وطلع لها عمل قاع اهل فهنا منطقة دي تمثل منطقة بيع قوية هنشوف هيعمل معها ايه خلال الاسبوع القادم هل هيختاركها هل السهم هيقفل جلسة كاملة اعلى السبعتاشر ستة وتلاتين لو قفل فوق السبعتاشر ستة وتلاتين اتوقع انه هو يستكمل الصعود ان شاء الله للتسعتاشر زيرو اربع واللي هي قريبا من مستوات المية وحلو وستين في بوناتشي وبعد كده عندنا العشرين اتنين واربعين وهدفنا تصل لحد الاتنين وعشرين اتناشر منطقة ما بين اتنين وعشرين اتناشر للي هي اتنين وعشرين تسعين اللي هي مستوى امتين واحد وستين في بوناتشي اما في حالة الاستقرار اسفل المنطقة دي فممكن يرجع تاني يعمل عادة اختبار للمنطقة اللي هو صعد منها بقوة بعد ما اختراقها اللي هو ما بين خمستاشر تمانية وخمسين وخمستاشر اربعة وتمين لان ما عملهاش اي اعادة اختبار بعد ما اخترق. فممكن لو فضل اسفل المنطقة دي ينزل هنا يعمل عادة اختبار ونستنى من هنا برايس اكشن قوي وساعتها يكون فرصة ممتازة على سهم الازور دي بالاهداف اللي اشارنا لها ان شاء الله. بالنسبة لسهم الاصيل طبعا السهم اخترق قناة سعرية هبطة. يعني مفروض ان دي شمعة اغلاق يوم الخميس الماضي. هتستنى اشارة كويسة. ندي اشارة كويسة جدا هو نزل فتح على جاب. سعد نزل عمل عادة اختبار وبعدين سعد مرة تانية. فانا هستنى شمعة تأكدية اخرى على سهم الاصيل. وآآ مستهدفي فيها هيبقى الاربعة ستة وتمانين. اختراقها ان شاء الله هيكون عندي الخمسة اربعتاشر وعندنا اهداف لحد الخمسة واحد وتسعين. ننتقل لسهم التطويرية الغذائية. طبعا سهم اختراق معنا منطقة بيع قوية. في الاول كانت منطقة شراء. شايفين هنا طلع عمل كمة. بعد كمة اقل من الكمة اللي هبلها. وطبعا ده بيدل ان المنطقة ضعفت. حتى هنا لما نزل آآ قرب من المنطقة العمل كمة اقل من الكمة الاخيرة. فطبعا لما نزل هنا للمنطقة راح كسرها. وتلاقي هنا عمل لها عادة اختبار ونزل وآآ يعني نزل برضو لما نزل عمل قاع اعلى من القاع الاخير. فبالنسبة لي المنطقة دي حاليا انت حاولت لمنطقة شراء مرة اخرى. بعد ما كانت منطقة بيع هنا حصل تبادل الادوار بعد ما تم الاختراك. اه مفروض ان هو دلوقتي بيعمل عادة اختبار وكان قافل معنا يوم الاربع شمعة ابتلاع شرائي. مفروض ان هو دلوقتي يصحح لحد المية تلاتة وخمسين تمانين. ولو ظهر من هنا اشارة كويسة هتكون فرصة ان احنا نستهدف المية تلاتة وستين تمانين. واهدافي لحد المية ستة وسبعين. ده الهدف التاني مية ستة وسبعين. وطبعا معانا اهداف لحد مستويات المية سبعة وتمانين ان شاء الله وممكن توصل للميتين كمان. بس طبعا كل مستوى بنستهدفه م line بنستهدفه بعد اختراق المستوى اه البعض. نستهدفger المستوى الBirframe البعض. يعني مسلا هنا متى تلاتة وستين لو تم اختراك مية تلاتة وستين تمانين هيوصل لحد المية اتنين وسبعين ستين لمية ستة وسبعين يروح للمستوى اللي بعد. ننتقل لثام مجموعة بسي.east المنطقة العرضية لو هو ماشي فيها ومفروض ان هو في منطقة اه الطلب منطقة شراء ما بين الستة وستين تلاتين لتمانية وستين اربعين احنا كنا اقلين ان هو للشراء من المنطقة دي هدفنا الاول كان الاتنين وسبعين والحمد الله حق الهدف الاول وبعدين نزل تاني لنقطة الدخول فانا شايف ان هو لو فضل اعلى المنطقة دي وما تمش الاغلاق اسفل الستة وستين تلاتين فهو لسه في اتجاه صعد ومكمل تاني لحد السبعة وتمانين تمانين ان شاء الله بالنسبة لسهب مجموعة سافولة طبعا مجموعة سافولة يعني الحمد لله اه لحد الاسبوع الماضي كان محقق واحد وعشرين في المية بس اه القبل الماضي فالاسبوع الماضي طلع معنا حوالي عشرة في المية دلوقتي محقق معنا تلاتين ونصف في المية ولسه مكمل معاها لحد الهدف الاخير عند التسعة وخمسين تسعين بازن الله نيجي لسهم سناد القبضة سناد القبضة يعني ادينا اشهر انعكاس هي ممتازة يوم الاربع واكد معنا يوم الخميس بالرغم من ان الغلاق كان سلبي مقارنة بيوم الاربع بس الشمعة كويسة وانا شايف ان سهم سناد القبضة عليه فرصة ممتازة اه وجهزة للدخول على طول اه السهمة هي استهدف الخمستاشر اه تلاتين ستاشر تمانية واربعين سبعتاشر تمانية وتمانين ان شاء الله السهمة ممتاز جدا يعني احنا بنتكلم من السعر الحالي اه لحد السبعتاشر تمانية وتمانين حوالي خمسة وعشرين في المية باذن الله اه ارتفاع على سهم سناد القبضة طبعا اه الدخول مسئوليتك اه وتلتزم بوقف الخسارة ووقف الخسارة بالنسبة لي اه اغلاق اه جلسة كاملة اسفل الاربعتاشر ريال واربع حلالات والاهداف زي ما قلنا عليها اه اخر سهم معنا سهم جاكو سهم جاكو طبعا اه برضو يعني كان من الاسهم اللي دخلنا اه فيها ومفروض انه هو اه اخترق منطقة بيع عند التسعتاشر عشرة تسعتاشر اتنين واربعين سهمة طلع معنا بعد الاختراك طلع معنا حوالي ستة في المية يوم الخميس نزل حوالي تلاتة ونص في المية او اربعة في المية كمان وبيعمل اعدة اختبار للمنطقة طبيعي جدا انه هو بعد السعودة ينزل يعمل اعدة اختبار فلو السهمة فضلت ثابت اعلى المنطقة دي اتوقع ان شاء الله مسيد من الارتفاع واهدافي على سهم جاكو تصل لحد الاربع وعشرين اربعتاشر بازن الله وبكده اكون انتهيت من التحليل الاسبوعي الاهم الفرص في السوق السعودي تمنى اكون افادتكم لو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت اسفل الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة